السلحة الجزائية وفي علاقة بالزمنة لكذاية مش ماقول القذاية تقعد 10-15-20 سنة من حق الشعب أن يعرف الحقيقة ها من نقطة في اللي قاله الرئيس البارح حاتم ها من نقطة ها هي المفصلية هو القانون السلح الجزائي هذك هو الهيجة سمتاعه الهيجة سمتاعه زادة مش قانونيا الهيجة سمتاعه معناها ماليا خاطر من ذلك يختم قانون ماليا ويعرف اللي فيما موارد ناقصة والدولة باش تتلز باش تجيب الموارد الموارد فهما دوسي قديم وجديد يمكن فهما ناس ما عشت من نظام مش كان قبل الثورة قبلوا بعض الثورة هذكم حاتتهم أون ليني دومير هذك هو اللي مركز معهم رئيس الجمهورية واللي يحب يسرع زادة في الإجرائيات خاطر راه حتى القاضي راه يتعبق في إجرائيات ما عندك من التجمش انت يتعديه ابتدئي واستينيف وتعقيفي جمعتين زادة معنى يلزم القضايا يخو وقته يلزم فهم حاجات فهم ديز اكسبرتيز تعمل منزموش نظر المنس في حاجات كيمناكا لكن انا معاه عنده الحق راه وفي حكيت الزمن القضايا حاجات كيمنا قضايا راي عام سمحني الاختيارات ولا قضايا تهم الشأن العام الكل فلوس الشعب والناس اللي نهبت ولا ما نهبت سرقت ولا ما سرقتش ما يزيم يتم التعاتي معها بطريقة مختلفة ما نعرش يتحطدها سيلول يا سيدي متعقوذات ما تخدم كان هذاكا باش ينقصوا من الزمن القضايا باش نعرفوا شكون قتل باش نعرفوا هيدا سرق يرجع الفلوس ما سرقش يمشي يخدم على روحه باش مش متعطاوا معها بطريقة طبيعية كيمنا عادة حاتم مانا اي 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 خطرت زادة واخذرة وبرشة زادة مواطنين عندهم قضايا معطلة فما ناس خسرت فلوسها فما ناس ناس سرقتها وتحيلت عليها وشكيلت والناس اذيكا برش وبالفسيد باللي تحب انتي معناها ناس مصالحة ضاعت لكن يكون الخطأ اللي اللي صار في تونس اللي ما تعملتش محكمة استثنائية بعد الثورة المحكمة الاستثنائية ذيكا رايخ ذات مثلا ستة سبعة سنين صفيت لأمور المالية خاصة لنا لعبيت خرجت لشير على ويقولوا على عصابة السريق اوني كنا كنا واعين بشي ذي كنا نعرفوا اللي فما ناس طاغية وسرقت وينو ماذوكم اللي هرب منع فلوسه والفلوس من نجم ناش نسترجعوها واللي هذي زادة رسانتية عند الشعب التونسي يقول لك معنية الناس اللي حكمت بعد الفين وحداش ضاعتنا حقوقنا والرسانتية ذيكا زادة مينجمش يخلينا نظلموا اليوم عبيت بيان سوري موجود الرسانتية هاي اما زادة مينجمش نزيدوا انه ثم كليشي متاع اليوم تقريبا ولا متعارف عليا عند عاملت الناس اللي لباس عليه سرق رجل اعمال سرق لأ هذي كايزلنا زادة احنا نعملوا ما بيوزعنا بشي يتنع اللي يسرق وعليه ادلة يخلص اللي خدم ونجح وعمل ساكسي ستوري مبروك عليه راو في كل البلدين فما نجحات ورجال اعمال واثرية هذا الخطاب اللي يزمو زادة يتقلع بيت بش منزيدوش نقشو الحقد الطبق اللي هو على باز موجود اليوم في تولس نبشيو نحكيو على حاجة غاربة بزارة اللي سارت الحكاية تفاصيلة مع اللي ساندري لأيال